سأل الله عوقاتكم بيخلي خير في هذا الموضوع سنستعرض كيفية تسجيل الطلبة في الصفوف الإلكترونية وأنشاء جوجل كلاسرون من المتصفح الذي يوجد لديكم مثلا جوجل كروم أو غيره سفاري أو انترنت اكسبلورر نقوم بالبحث يمكننا الذهاب إلى الموضوع بأكثر من طريقة يمكن كتابة حتى لو باللغة العربية مثلا لو كتبنا جوجل كلاسروم لمن لا يعرف يمكن الوصول إلى هذا المكان نذهب إلى الخيار الأول sign in google account في هذا المكان أو تسجيل الدخول إذا كان باللغة العربية ستتفتح هذه النافذة من هذه النافذة سيكون البريد الإلكتروني الخاص بك مسجل هنا ويمكنك اختيار استخدام حساب آخر نختار استخدام حساب آخر ثم نضع البريد الخاص بالجامعة يجب أن يسجل المدرس وحتى الطالب بالبريد الخاص بالجامعة ثم نضع التالي نقوم بكتابة كلمة المرور في هذه المرحلة أي شخص يواجه مشكلة يجب عليه التوجه إلى مركز الحسوب لوجود خلال في بريده سواء في كلمة المرور أو في البريد الإلكتروني إذا لم يكن لديه بريد لذلك سيفتح جوجل كلاسروم بهذا الشكل أنا لدي مثلا عدد من الصفوف بالتالي سأجد الصفوف موجودة أمامي في هذا المكان في حال كنت جديد سيطلب منك البرنامج أن تقوم أن تحدد إذا كنت مدرساً أو إذا كنت طالب فبالتالي تختار مدرس وتذهب إلى إشارة الزائد الموجودة في الزاوية نضغط عليها من أجل إنشاء create class إنشاء صف في هذا المكان نقوم بكتابة اسم الصف الإلكتروني الذي نريده بغض النظر أي كان نكتب اسم المصاق إذا كان لدي نفس المصاق أكثر من شعبة يمكن وضع الشعبة رقم واحد مثلا شعبة رقم اثنين إلى آخر هذه التفاصيل غير مهمة يعني يمكن الاكتفاء فقط باسم المصاق بعد ذلك سيتم الضغط على create من أجل إنشاء المصاق في حال إنشاء المصاق سيحضر اسم المصاق الذي قمت بتسجيله في هذا المكان وهنا عدد المسجلين فيه لأنك أنشأته لأول مرة سيكون صفر في العادة هنا مثلا في المصاقات السابقة سنجد أن هنا 22 طالب قد تم تسجيلهم هنا 4 هنا 22 وهكذا نذهب إلى هذا المصاق نضغط عليه ستأتي هذه الصفحة بهذا الشكل الشيء المهم هنا اسم المصاق في هذا المكان تحته class code وهو الرمز المستخدم من أجل إرساله للطلبة نضغط على رمز الكود فبالتالي سيتم تكبيره بهذا الشكل هذا الرمز سيتم إعطائه للطلبة بأي شكل من الأشكال الطريقة الأخرى لإضافة الطلبة تتم بعملية إحضار قائمة بأرقام الطلاب وذلك يتم حسب الجامعة فمثلا إذا قلنا جامعة الخليل نذهب إلى البوابة الأكاديمية نمكن الكتابة بلغة عربية البوابة الأكاديمية جامعة الخليل نضغط عليها في هذه البوابة نقوم بوضع الحساب الخاص بنا أو بالمدرس وكذلك نضع كلمة المرور ستفتح لنا البوابة الأكاديمية بهذا الشكل نضغط على المساقات ستظهر قائمة المساقات المسجلة لدينا ثم نذهب إلى هذا الخيار وهو بجانب كل المساق هناك هذا الرمز الخاص بتحميل قائمة إكسل فمثلا لو أردنا تحميلها هؤلاء الطلبة نضغط على هذا الخيار سيقوم البرنامج بتنزيل ملف إكسل للطلبة إذن بفتح الملف تظهر أرقام الطلاب نريد أن نحول الأرقام إلى بريد إلكتروني وبالتالي نحدد الخلية بجانب اسم الطالب يمكن تكبيرها حتى ترونها بشكل أفضل نضغط يساوي ثم نضغط على نكتب كون كاتي نيت طبعا سيعطيكم إياها البرنامج بشكل تلقائي بعد ذلك نفتح القوس نختار رقم الطالب نضغط على الفاصلة المنقوطة سيمي كولوم ثم نفتح كوتيشن نكتب add students.hebron.edu ثم فاصلة ثم نعمل أو نقوم بعمل كوتيشن إضافية ونغلق القوس ثم enter نلاحظ ما الذي حدث أنه قام بإضافة add student.hebron.edu والفاصلة هذه إلى رقم الطالب إذن المعادلة التي سنقوم بكتابتها أو الطريقة التي سنقوم بكتابتها هي نقوم بإختيار الخلية التي تحتوي رقم الطالب ثم سيمي كولوم في حال لم تنجح سيمي كولوم يمكن إبدالها بفاصلة ثم كوتيشن بعدها add student.hebron.edu ونضع فاصلة ثم نغلق الكوتيشن ونغلق القوس الآن هو أعطاني الرقم والاسم لطالب واحد طبعا لديكم سيقوم البرنامج دلقائيا لإكسل بعليا الأولى حتى الخلية الأخيرة add comment مع C أو باليمين ونختار مثلا نسخ copy وثم أرجع إلى classroom أو الصف الإلكتروني في الصف الإلكتروني أذهب إلى القائم العلوية وأختار منها people أشخاص ثم من الأشخاص هناك المعلمين teachers وهناك students الطلاب بجانب الطلاب أذهب إلى invite student إشارة الزائد هذه أضغط عليها الآن كل ما علي هو أن أضغط بزر الماوس اليمين أو الفأرة وأضغط last paste ثم أضغطه في مكان فارغ هنا ستلاحظون أنه قام بإضافة عدد الطلاب إلى هذه هذا المساق سأقوم بالضغط على زر invite وبالتالي هو مباشرة سيضيف الطلاب إلى المكان بالضغط على زر invite سيقوم بدعوة الطلاب إلى هذا المكان طبعا الطالب سيكون دونه باللون الرمادي ويكتب بجانبه أنه تم دعوته عندما يقبل هذه الدعوة ستذهب هذه الكلمة واستحول إلى اللون الأسود أرجع إلى الصفحة الرئيسية في الصفحة الرئيسية هنا في الصفحة الإلكتروني يمكن أن أقوم بإضافة أي مواد من خلال الضغط على هذا المكان هذا المكان شبيه بالحائط الموجود في الفيسبوك أضغط عليه وثم أكتب للطلبة مثلا إعلان مثلا أو مثلا مرفق مصاق أو مادة مصاق كذا وأستطيع أن أكتب ما أريد وأذهب إلى زر add ثم أختار مثلا ملف من جهاز الحاسوب يمكن أن أرفق ملف powerpoint أو صور أو غيره من الملفات ثم أضغط على upload وأختار الملف وأضغط على زر post من أجل النشر بالتالي سيتم نشر هذا الإعلان للطلاب وسيشاهده طيب هذه ناحية ناحية الأخرى إذا كان لدي مثلا على سبيل المثال إذا كان لدي طبعا على القائمة الجانبية هناك اسم المصاق يمكن أن أذهب باتجاه القائمة العلوية وأشاهد المصاقات الموجودة لدي طيب إذا كان لدي أكثر من مصاق وأردت أن أرسل إعلان موحد لجميع الطلاب في كافة المصاقات أيضا بنفس الطريقة أضغط في هذا المكان أكتب الإعلان الذي أريده وبعد ذلك أحدد من هنا الصفوف الإلكترونية المتواجدة لدي مثلا يمكن أن أرسل هذا الإعلان لكافة الصفوف ومن ثم أضغط على زر post بحيث يتم إرساله للجميع وفي بعض الحالات يمكن أن أرسل إعلان لطالب واحد مثلا كان عندي مجموعة طلاب يمكن تحديد طالب أو مجموعة من الطلاب وإرسال مثلا رسالة خاصة لهم فقط الناحية الأخرى أن هذا المكان هو فقط من أجل إرسال إعلانات على الحائط بشكل عام ولكن إذا أردت أن يقوم الطلبة بالتفاعل معي وإرسال مثلا الإجابات أو الإجابة على وظيفة معينة أذهب إلى الخيار الثاني وهو classwork classwork هنا يمكنني أن أقوم بعمل assignment وذلك وظيفة بالضغط عليها يمكن كتابة مثلا واجب عنوان الوظيفة مثلا واجب كتابة مقالعة على سبيل المثال ثم أقوم بكتابة الشرح الخاص بالوظيفة مثلا أكتب بحث في حدود أو مقالة في حدود خمسة صفحات مثلا حول موضوع إلى آخره يعني أكتب هنا التفاصيل الذي أريده أن يقوم الطالب بها إذا كان لدي هناك بعض الأمور المساندة مثلا صور أو أشكال أو غيره أضغط على add من أجل إضافتها للطلاب على اليمين هنا يتم تحديد كم علامة لهذا المشروع مثلا خمسة علامات ما هو التاريخ المتوقع أو النهائي لإرسال المشروع بعد يومين ثلاثة إلى آخره أحدد التاريخ الذي أريده أحدد الوقت الذي أريده وبعد ذلك طبعا هذه الوظيفة قد تكون لصف واحد أحيانا إذا كانت الوظيفة لأكثر من صف يمكن أن أشرك الجميع إذا كان عندي مساق أكثر من شعبة يمكن أحدد الشعبة الأولى والثانية وأرسل نفس مثلا التمرين وبعد ذلك أضغط على زر assign طبعا سيقوم البرنامج بإرسال هذا الواجب للطلاب وإضافته هنا يمكن أن أضغط على هذا الواجب وأشاهد كم عدد الطلاب المتواجد الذين قاموا بتسليمه في turn in يعني أن الطالب قد سلم وأنهى assign أي أنه لم يسلم بعد وبالتالي أشاهد كم عدد الطلبة الذين قاموا بإرسال هذا التمرين في هذا المكان بعد ذلك يمكن أن أذهب إلى view assignment هنا ستظهر قائمة الطلاب وسيظهر اسم الطالب والعلامة بجواره عسى سنشاهد هذا دعوني أفتح أحد المساقات مثلا هذا المساق وبالذهاب إلى classwork أشاهد هنا مثلا أحد التمرين الذي قمت بإرساله للطلبة عدد المسلمين للتمرين هما 13 طالب 9 غير مسلمين أضغط على الذين قاموا بالتسليم طبعا في هذا البرنامج سيقسم من سلم الطالب التمرين إلى قسمين القسم الأول الذين سلموا في termed in أو تم إرساله والقسم الآخر missing